زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية النيجر محمد إسوف إلى الجزائر تندرج في إطار المشاورات المنتدمة بين البلدين حيث شكل الوضع في الساحل صلب الزيارة التي دامت ثلاثة أيام وكانت فرصة لتبادل وجهة النظر حول المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب بما في ذلك الأزمة الديبية التي كانت لها انعكاسات سلبية على المنطقة النيجر يعتبر من بين دول الميدان إلى جانب كل من مالي وموريتانيا والجزائر وهي جد مشاغلة بما يحدث في ليبيا وباعتبارها طرفا في فريق الوساطة في الحوار المالي الذي تقوده الجزائر ظلت جمهورية النيجر متمسكة بدعم مساعي إيجاد حلول سياسية للأزمات الأمنية بمنطقة الساحل الجانب الاقتصادي هو الآخر أخذ حيزا معتبرا من الزيارة حيث أبدى الطرفان رغبة في تعزيز تعاونهم الاقتصادي من خلال التحضير لإبرام عقد لتقاسم الإنتاج مع شركة سونطرق ومواصلة عمليات تنقيب التي تقوم بها منذ ستة أشهر بكتلة كافرة على الحدود بين البلدين وهو ما تجسد كذلك من خلال زيارة رئيس محمد إلى كل من مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة وكذل قاعدة المركزية للإمداد بابن مراد ويبقى التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية النيجر يوسمه التضامن الذي ما فتأت الجزائر تقدمه للنيجر من خلال مسح ديونها بقرار من رئيس الجمهورية سنة 2010 كما قامت الجزائر بمنح العديد من الهبات والمساعدة الإنسانية وتكوين الإطارات النيجرية اشتركوا في القناة